السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات عنوان درسنا لهذا اليوم التناسبية سلم التصاميم والخرائط هداف الدرس التعرف على سلم التصميم إيجاد سلم التصميم إيجاد المسافة الحقيقية والمسافة على الخريطة وضعية الانطلاق تمثل الصورة الجانبة تصميما يبين المسافة الفاصلة بين ثلاث مناطق من مدينة بسلم واحد على عشرة آلاف ما هي المسافة الحقيقية الفاصلة بين المناطق ثلاث بالمتر إذن كما تلاحظون هذا التصميم يبين ثلاث مناطق من المدينة مستشفى سوق تجاري وصيدلية إذن المسافة الفاصلة بين المستشفى والسوق التجاري هي خمسة سنتيمتر المسافة الفاصلة بين السوق التجاري والصيدلية هي ستة سنتيمتر والمسافة الفاصلة بين الصيدلية والمستشفى هي أربعة سنتيمتر ولكن على تصميم بسلم واحد على عشرة آلاف إذن ماذا نقصد بواحد على أشرة آلاف يعني أن كل واحد سنتيمتر على التصميم تساوي في الواقع عشرة آلاف سنتيمتر يعني كمسافة حقيقية عندما نحولها إلى المتر تصبح مائة متر إذن واحد سنتيمتر على التصميم تساوي عشرة آلاف سنتيمتر في الواقع تساوي مائة متر إذن المسافة الفاصلة بين المستشفى والسوق التجاري سنطبق نفس القاعدة المسافة على التصميمية 5 سم في مقام السلم 10 ألالة تساوي 50 ألف سم نحولها إلى المتر تصبح 500 متر المسافة الفاصلة بين السوق التجاري والصيدلية 6 سم في 10 ألالة تساوي 60 ألف سم تساوي 600 متر المسافة الفاصلة بين المستشفى والصيدلية دائما المسافة على التصميم 4 سنتيمتر في 10 ألاف مقام السلام تساوي 40 ألف سنتيمتر نحولها إلى المتر تسلح 400 متر إذن للحصول على المسافة الحقيقية يكفي أن نضرب المسافة على التصميم في مقام السلام ونحولها إلى الوحدة المطلوبة سواء كانت بالمتر أو بالكيلومتر للحصول على مقام السلام يكفي أن نأخذ المسافة الحقيقية ونحولها إلى السنتيمتر أو إلى المليمتر ونقسمها على المسافة على التصميم للحصول على المسافة على التصميم يكفي أن نأخذ المسافة الحقيقية نحولها ثم نقسمها على مقام السلام تمرين تطبيقي إذن سنتمي ملأة الجدول التالي إذن لدينا جدول فيه ثلاث خانة فارغة الخانة الأولى نبحث عن المسافة الحقيقية بالمدر الخانة الثانية نبحث عن البعد المصرر والخانة الثالثة نبحث عن السلم إذن كيف سنحصل على المسافة الحقيقية؟ إذن سبقا قلنا بأن المسافة الحقيقية هي البعد المصرر في مقام السلم أو المسافة على التصميم في مقام السلم إذن 9 في 2000 تساوي 18 ألف سنتيمتر نحولها إلى المتر تصبح 180 متر للحصول على البعد المصغر أو المسافة على التصميم إذن سنأخذ 18 كم سنحولها إلى السنتيمتر تصبح 1.800.000 سنتيمتر نقسمها على 50 ألف مقام سلم تساوي 36 سنتيمتر وللحصول على السلم نأخذ 24 كم نحولها إلى سنتيمتر تصبح 1.400.000 سنتيمتر نقسمها على 12 البعد المصغر تساوي 100 ألف إذن مقام السلم هنا هو 1 على 100 ألف شكرا على حسن المتابعة